وراء نازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوه وكرمه إنه سميع قريب أما بعد فمرحباً بكم وأهلاً هذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس الحديثية الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة نافعة متقبلة هذا المجلس بحسب المقرر ذكر فيه المؤلف حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأصله في الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وفي الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش الفراش جمع فراشة هذه الطيور التي تطير فراشات الطوائر الصغيرة مثل البعوض وغيره الفراش قال فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها في النار فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال عليه الصلاة والسلام فأنا آخذ بحجزكم عن النار أو قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها وفي رواية رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزه ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتغلبوني تقحمون فيها هذه رواية أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري وهو كذلك في صحيح مسلم وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي وأنتم تفلتون من يدي هذا في صحيح مسلم الحديث إذن مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومخرج في صحيح مسلم من حديث جابر هذا الفائدة الأولى التي يمكن أن نقف معها في هذا الحديث العظيم أسلوب في التعليم والتوجيه والتربية ألا وهو ضرب الأمثال ضرب الأمثال أسلوب قرآني وكذا هو أسلوب النبوي كثيرا جدا ما تقرب الصور المعنوية بصور محسوسة حتى يكون ذلك أدعى للفهم وللتصور والاستيعاب أسلوب قرآني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون والأمثال في القرآن كثيرة جدا وتلك الأمثال يضربها للناس لعلهم يتفكرون وكذلك في السنة النبوية كثيرا ما تضرب الأمثال فهو أسلوب في التعليم والتفهيم والتأثير والتربية والوعظ ألا وهو ضرب المثل ضرب المثل تقريب الصورة المعنوية بذكر صورة محسوسة مشاهدة يعرفها الناس وهذا أسلوب من أساليب التوجيه والتعليم وهذا الأسلوب هو الذي استعمله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فضرب لهم مثلا عليه الصلاة والسلام لهم ولنا وللأمة أجمعين رجل أوقد نارا أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله يعني اتقدت النار وصار لها ضوء ما الذي حصل هذه الفراش وهذه الجنادب الفراشات جعلت تتقحم فيها إذا تقحمت فيها ما الذي يحصل تحترق تحرقها النار وتهلكها وتنهي حياتها قال وهو يذبهن عن النار يعني هو يحاول أن يمنع هذه الفراشات أن تقع في النار فهذا مثله عليه الصلاة والسلام ومثل أمته كثير يتقحمون يتقحمون التقحم الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة التقحم اقتحم كذا تقحم كذا إذا أقدم على أمر شاق من غير تثبت ولا روية هذا هو التقحم كثير من الناس كثير من الناس يتقحمون النار بفعل الأسباب المؤدية إليها التفريط في الفرائض والواجبات التهاون والوقوع في المحرمات الغفلة عن ذكر الله البعد عن الصراط المستقيم الغفلة عن التعلق بالله وتحقيق التوحيد والتعبد لله وحده لا سريك له التعلق بالأموات التعلق بالتمائم التعلق بالأولياء التعلق بغ كل هذا سبب من أسباب من أسباب الوقوع والهلاك في النار والعياذ بالله كثير من الناس يتقحمون من غير روية ولا يتقحمون إقدام على تلك المهالك نستكمل الحديث عن هذا الحديث العظيم وعن هذا المثل الجليل ولكن بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين مرحبا بكم وأهلا مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم وهذا المثل الجليل الذي ضربه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لنا وله قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أو قد نار إلى آخر هذا المثل العظيم حرصه عليه الصلاة والسلام حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته وعلى نجاتهم وعلى سلامتهم وعلى بعدهم عن ما فيه مشقتهم وعنتهم هذا أمر بلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حريصا غاية الحرص على نجات أمته وعلى سلامتهم وبعدهم عن طريق النار وطريق الهلاك والطرق التي فيها سخط الجبار جل جلاله حتى خاطبه ربه سبحانه وتعالى فقال له سبحانه فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني لعلك تهلك نفسك أسفا عليهم من حرصه الشديد صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وهكذا قال الله تبارك وتعالى له أفمن زين له سوء عمله كما جاء في الحديث يتقحمها يتقحم في النار أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات صلى الله عليه وآله وسلم والله تبارك وتعالى قد قال لهذه الأمة المصطفى لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم أن يعز عليه عنتكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حريصا أشد الحرص على سلامتنا على نجاتنا على أن نسلك السبيل الذي فيه حياتنا والذي فيه نجاتنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهو عليه الصلاة والسلام إنما يدعونا لما فيه حياتنا لما فيه نجاتنا لما فيه سلامتنا صلى الله عليه وآله وسلم نعود إلى هذا المثل يقول عليه الصلاة والسلام فلما فلما أضاءت ما حوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن هذا الذي أوقد النار يحرص على تلك الفراشات التي تقع في النار فتهلكها يحرص على تلك الجنادب وهي جمع جندب أو جندب طيور صغيرة يحرص عليها أن لا تقع في النار ولكن هي تغلبه وتطير من هنا وهنا وتتقحم في النار حتى تهلكها نعم ويغلبنه يقول عليه الصلاة ويغلبنه فيتقحمن فيها يقدمن ويقبلن عليها بلا روية حتى تحرقهم قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار الحجز جمع حجزة وهي وسط الرجل وسط الإنسان معقد الإزار محل الذي يعقد فيه الإزار عالة إذا أراد الإنسان أن يمسك رجلا حتى لا يقدم على ما يمكن أن يمسكه من ذلك الموضع الذي فيه معقد الإزار معقد في الوسط فهو يقول أنا أمسك بكم أنا آخذ بحجزكم أو آخذ أو آخذ آخذ بحجزكم أو آخذ روية هكذا وهكذا آخذ بحجزكم صورة صورة تقرب في الذهن حرصه عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته وسلامتها هلم عن النار هلم عنها هلم أقبلوا إلي وابتعدوا عن النار هلم إلى الله هلم إلى الطاعة هلم إلى القرآن هلم إلى السنة هلم عن النار وليس إلى النار هلم عن النار يعني هلم إلى ما فيه نجاتكم إلى ما فيه سلامتكم وابتعدوا عن النار قال فتغلبوني كل أمة يدخلون من الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة من أصاني فقد أبى بسأل الله العفو والعافية وهناك دعاة على أبواب جهنم سبل على كل سبيل داعا يدعو إليها سبل شهوات وسبل شبهات سبل فساد وسبل بدع محدثات وسبل شركيات وسبل ضلالات وخرافات وسبل شهوات وإغراق فيها وابتعاد عن مرضات الله وسبل تعبدات لا أصل لها ولا أساس سبل سبل لا تكادة حصل على كل سبيل داعا يدعو إلى الناس داعا يدعو الناس ليقبلوا إليه وسبيل الله واحد هو الذي يدعو إليه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال سبحانه وأن هذا سراطي سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قال بعض العلماء عند هذه الآية لأن سراط لأن سراط الله واحد وهو ما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو الطريق الواضح السراط المستقيم الموصل إلى المقصود بأسر وسهولة طريق المسلوك سراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كلهم على هذا على عبادة الله وحده لا شريك له التعبد له بما أنزل الله تبارك وتعالى سلوك سبيل المنعم عليهم أما السبل قالوا أن هذا سراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أما سبل الغواية وسبل الضلالة وسبل الانحراف فلا تكاد تنحصر منها سبل في الشبهات شبهات يمليها الشيطان وأعوان الشيطان وشهوات يروج لها الشيطان وأعوان الشيطان شهوات في الأموال وشهوات في الدنيا وشهوات في أمور كثيرة لا تكاد تنحصر ولهذا فسبل الغواية وسبل الضلالة وسبل الانحراف لا تكاد تنحصر فانظر إلى حرصه عليه الصلاة والسلام يقول أنا آخذ بحجزكم عن النار آخذ بحجزكم أو أنا آخذ بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار قال وأنتم تفلتون من يدي أو تفلتون كله رؤية هذا وهذا تفلتون من يدي من يعصاه عليه الصلاة والسلام ويصر على الاستجابة لغيره إما داعي الشبهات فيضل في أودية الشكوك والانحرافات والانحرافات الفكرية والانحرافات البدعية والانحرافات في الضلالات التعبد بطرق فيها الضلال والانحراف أو يعني الاغترار بالفكر المخالف لدين الله تبارك وتعالى كمن يزيل للناس مثلاً الغلو في الحرية حتى تخرجه عن الحد الذي شرع الله عز وجل الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة فيظن أن الولوغ في أنواع من الشهوات المحرمة هو من الحرية وهو في الحقيقة من العبودية ولكن لشهوته من العبودية ولكن لشيطانه نستكمل الحديث عن هذا الحديث العظيم بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَنُقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون سورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غداء الروح أهم من غداء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم مرحبا بكم وأهلا مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم أو آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي مقصود الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين والمعرضين والغافلين تساقطهم بسبب الوقوع في المعاصي والوقوع والغلوف في الشهوات المحرمة بتساقطهم في نار الآخرة وإقدامهم على ذلك وجرأتهم في ذلك شبههم في وقوعهم في هذا الهلاك بالشيء الذي نراه أمام أعيننا حينما توقد نار أمام أعيننا ويتسابق ويتساقط فيها الفراش والحشرات فتحرقها فتهلك وربما يكون الذي على النار الدنيوية هذه ربما يحاول أن يذب هذه الفراشات وهذه الجنادب وهذه الطيور يحاول أن يبعدها ولكن هي تتقحم هذه النار حتى تهلكها أو حتى تهلكها والعياذ بالله أيها الإخوة الكرام مما نستفيده مما نستفيده من هذا الحديث العظيم كما تقدمت الإشارة الحرص العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته ونجاتها وذلك بأن بيّن لها الطريق الحق وأرشدها إليه وبيّن لنا ما أنزل الله عليه فقال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبيّن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لنا بيّن لنا ما أنزل الله عليه بيّنه بقوله وبيّنه بفعله وهديه عليه الصلاة والسلام نعم وبيّنه لنا عليه الصلاة والسلام بالتحذير من الوقوع في ضده إما من التعبد بالهوى والجهل والخرافات والبدع فحذّرنا تحذيراً بيّناً صريحاً حيث قال عليه الصلاة والسلام مثلاً من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في أمرنا هذا يعني في الدين وفي رواية في الصحيح من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه فحذّرنا عليه الصلاة والسلام من التعبد والتقرب بطريقة تخالف هديه وتخالف أمره وتخالف دين طريقته صلى الله عليه وسلم فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وأيضاً حذّر عليه الصلاة والسلام حذّر عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما يخالف ما أنزل الله عليه من الولوغ في المحرمات والشبهات والشهوات التي تهلك الإنسان نعم لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال وَأَنَا أَنَا أَخُذُ أو أَخِذُ بِحُجَزِكُمْ عن النار هَلُمَّ عن النار هَلُمَّ عن النار فكل توجيه نبوي كريم لاتباع طاعة الله للعمل بما يرضي الله وترك ما يسخط الله هو لأجل هذا كما قال هَلُمَّ عن النار هَلُمَّ عن النار ولهذا فالحذر الحذر من الأسباب التي تجعل الإنسان يتقحم في النار من أسباب ذلك الجهل 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 بما فرض الله علينا الجهل بما فرض الله تعالى فإن الجهل يجعل الإنسان إما في عماية عما فرض الله عليه ما يدري وإما وإما يترتب على الجهل أن يتقرب ولكن على غير هدى قُل هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُحْسُنُونَ صُنْعًا هُمْ يَحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُحْسُنُونَ صُنْعًا لكنهم كما قال الله ضل سعيهم في الحياة الدنيا نعم فالتعبد بالجهل هذا من أسباب الهلاك والعياذ بالله ما هو البرهان البرهان ما أنزل الله الحجة ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من هذا الكتاب العظيم القرآن ومن هذه السنة المحفوظة المطهرة التي حفظها الله تبارك وتعالى بهذه الجهود العظيمة التي سخر لحفظها من الصحابة فمن جاء بعدهم نعم هديه محفوظ عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضاً عدم الاغترار عدم الاغترار بالغرور الشيطان أو الاغترار بالدنيا فيكون ذلك سبباً للبعد عن الله والوقوع في عذاب الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا تغرنكم الحياة الدنيا الإغراق في الشهوات والإغراق في المحرمات أو الوقوع في المحرمات والإغراق في أمور الدنيا حتى يكون الإنسان عبداً للدرهم أو الدينار أو عبداً للخميصة أو الخميلة كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فانظر كيف الشيطان يدعو حزبه ومن يطيعه ومن يستجيب لسوسته ولتزيينه للمعاصي والشهوات يدعوهم لأن يكونوا من أصحاب السعير وانظر في المقابل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ نعم هذا مثل عظيم ضربه لنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى نتصور حقيقة الأمر فكل ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام مما جاء به في كتاب الله أو في سنته عليه الصلاة والسلام فهو لهذا هذا خلاصته وهذا ختامه هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ وَلَكِنْ تَمَّتَ مَنْ يَغْلِبُهُ هَوَاهِ نسأل الله العفو والعافية من يغلبه شيطانه من يغلبه الجهل فيقع والعياذ بالله ويتقحم فيما يهلكه إما وقوعاً في الشرك أو وقوعاً في الكبائر أو ولوغاً في الشهوات حتى يخرج عن طاعة الله والعياذ بالله كل ذلك مثل كل ذلك يؤدي به إلى النار الأخروية كما أن تلك الفراشات والجنادب تتقحم تتقحم النار الدنيوية فتهلكها وتحرقها أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم رب جبرايل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى أن ألقاكم في المجلس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته وعجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليروي ظلة الضمان والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان اشتركوا في القناة